بتقول عندنا في الزمالك إحنا الزمالك يعني كلامك كلام واحد يعني متربي في الزمالك وده معروف للجميع يعني قول لي لما نزلت أعادت مع الأعضاء إيه أكتر حاجة دايقتك إن الزمالك ما يصحش بقى فيه الحكاية دي ديك على حاجة إحنا هو طبعا يعني أنا بشوف الحملات على سوشال ميديا وبعرف مصدرها منين وسور يعني في الكلمة غصبة عن عين أي حد أنا متربي جوة نادي الزمالك ده بالدريل وبالناس اللي جوة والتاريخ إن الوالد كان عضو مجلس إدارة من 97 لحد 2005 جبنا فيها والله ما عارف عدة بطولات يعني أكتر من الناس ما رشحة قارتليك أنا مش عارف جبت بطولة ولا نعمتش إيه ده جابوا حوالي 34 بطولة في كافة الألعاب في 8 سنين وأنا بقى كنت في النادي بعض على التربزات مع الأعضاء بقى روح للإستاد عشان برضو حد كان بعيدتلي إن أنا اسمي نازر في أحد الجروب الأهلوية وكاميرا الأحترام للنادي الأهلي طبعاً إن أنا مدعوم للنادي الأهلي يعني إزاي يعني نشي أعرف إزاي يعني أعرف أنك مشجع زمالكوي من الدرجة الثالثة يعني يعني لا مش لازم أبقيه من الدرجة الثالثة زي ما الناس بتقول عشان أبقى حق بتمثيل نادي الثامالك لأنا رحت عادت في المقصورة وفي الدرجة الأورى والتانية والتالتة مهم إن أنا أتفرج وشجع وهو ده نادي الثامالك اللي نحن تربينا عليه بالإضافة طبعاً لإن أنا خدت تجربة العام الماضي كان فيه طبعاً مشاكل نفس كلها عارفها بس أنا يمكن ما أحبش أتكلم فيها خدتها مفرداً بدعم الوالد طبعاً اللي بشكره من من بارك هنا والأسرة تحية لي طبعاً يعني كلبر كبير في الزمالك الحقيقة وحصلت على 6,75 سوط يعني ما عملتش دعاية كنت ممنوع من دخول النادي فده السبب اللي خلاني أترشح لنادي الزمالك انت بتتكلم واحد نازل لوحده أصغر مرشحين سناً كنت 26 سنة ودخل وجاب بدراعه زي ما بنقول 6,75 سوط وعنده مؤهلاته يرشحش نفسه يعني الواحد الحمد لله متواضع لكن برضو بيصعب عليه نفسه لما بيقول الناس دي عندها مؤهلات وولاد النادي وييجوا لناس التانية زي حلقتنا الغلابة يقول لك ولا عندهم مؤهلات ولا بيعرفوا يتكلموا ومش من ولد النادي لأ يا جماعة يبقى فيه عدل وانصف في الاختيار اختار اللي انت عايزه بس ما تجرحش في الناس التانية ويبقى عن حق يعني فيه عندك يعني تاريخك يقول عليك دراستك شغلك الاعلامي يعني فيه حاجات كتير جدا بتقول من غير ما تتكلم فيه حاجات كتير بتقول عليك يعني مش محتاج يعني ان كمان حد يشكك في دا يعني ترجمة نانسي قنقر